علشان انت كده بترسم مستقبلك وبتحدد طريقك خلال فترة مقبلة مادة الكيميا بالنسبة لك كمادة علمية طبيقية مادة طبعا سهلة وفيش فاي مشاكل اهم حاجة في الكيميا بالنسبة لنا معرفتك وحفظة لرموز الكيميائية وكيفية كتابة الصيغة الكيميائية للمركبات الكيميائية كيفية وزن المعادلات وطبعا الحاجات دي انت خدتعانها فكرة في الصف الاول طبعا بالنسبة للجدول الدوري هينمينا فيه جراسة خاصة عناصر وامكانها في الجدول الدوري معاطق الجدول هدأسها بالتفصيل فعشان كده بننصح الطلبة من دلوقتي ياريت تعلق سرور الجدول الدوري في حجرتك بعيشت بانت كده ايه دايما كده متذكر مناطق الجدول الدوري يسار ويمين ووسط واسفل انه طبعا دا لسه لي تكمله في الصف الثالث السنوي سواء بقى كان في شعب المعلوم او المرياض عشان متقولش عليكم طبعا احنا في الباب الاول بنتكلم كعلمينة الزرة وعندنا بديك لمحة تاريخية عن المادة وتركيبها والفلسفة والعلماء اللي كان لهم دور بارز في التعرف على الواحدة لبناء المادة وتركيب المادة وطبعا مفروض كامان علمية اي فرد سواء بقى فيلسوف او عالم ساهم ولو بقدر دقيل في التعرف على جزئية علمية او نظرية او حقيقة انارت لنا الطريق فيما بعد لازم برضو ايه بنذكر اسمه طبعا الفلسفة هنبدأ بيهم بس طبعا في البداية لازم ايه ببقينا اتكلم على تركيب المادة لابد من التذكر المادة طبعا انت عارف ان المادة زي منترست في المراحل السابقة المادة كل ما لها قتلة واحدة او كل ما لها قتلة واجهة بحيزة منها القرآن المادة لها سلس حالات صلبة وصائلة غازية طبعا احنا بالنسبة لنا بنتكلمين عن تركيب المادة يهمنا مما تتركب المادة زي ما انت عارف برضو دراست ابلي كده تتركب المادة من دقائق متنافل الصغر تسمى جزيئات الجزيئ اصغر واحدة بناء للمادة يمكن ان تقدر حالة انفراد تتضح فيه خاص المادة وصفاته زي مثلا جزيئ الميا طبعا ليه صيغة كيميائية اتشي تو او جزيئ عنصر الاكسوجين او تو طبعا ده جزيئ صنائي الزرة زي ما نعرفك بعد كده عنصر صنائي الزرة لانه غاز ناشط عندنا جزيئ الحديد مثلا اف اي جزيئ حمد الكابريتيك اتشي تو اس او فور دي الجزيئات وده الكلام اللي تعرفتنا عنه قبل كده من قبل الميلاد ونشوف لمحة تراحية عن الوحدة الاساسية لبناء المادة لانه طبعا ايه اه في دقائق اصغر من الجزيئات وهي طبعا اللي نسميها اه الزرات دي اللي هنبدأ بيها اه وطبعا دي اللي توصل ليها اه الفلاسطفة العلماء اه وطبعا دي مشخصات العلمية اه يكفي القول ان الزرة مذكورة في القرآن الكريم طبعا ان في معظم الادياء اه وطبعا اول من من نتكلم عنها من ناحية تريفية كانوا اه فلاسفة الاغريق فلاسفة الاغريق قالوا اه زي مثلا ديموكريتس اه طبعا هم كتير فطبعا احنا يهمنا ايه اه اه بعض بعضهم اه فلاسفة الاغريق في البداية قالوا احنا دلوقتي لو جزيئنا المادة لدقائق صغيرة جدا لحد ما نصل الى اه دقيقة صغيرة لا تتجزئ كده نبقى وصلنا للواحدة الاساسية لبناء المادة وسموه الشيء الذي لا ينقسم اه هذا سموه الزر او الاكتو ابقى اه كالرأي فلاسفة الاغريق ان وحدة بناء المادة اه هي ايه الزر او الشيء الذي لا ينقسم ولكن الفيلسوف اريستو رفض مفهوم الزرة اه واكد ان جميع المواد اصلها واحدة وتكون من اربع عناصر او مقونات اساسية وهي اه الماء والهواء والطراب والنور بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في شرح جديد لقواعد توزان الالترنات في مستوى الطاقة الفراعية ايه الشيء gilt سوف تكتبوا السنة دي والسنة الجاية في سنة 3 سنوان شاء الله بالنسبة لمبدأ باول الاستبعاد ينص على لاي تساوى الكترونين في نفس الزرة في عدد الكام الأربعة يعني أقصى حاجة ممكن الكترونين يتساوى في ثلاث أعداد عدد الكام الرئيسي عدد الكام الثانوي عدد الكام المغمتسي مل لكن غالباً هيختلفوا في عدد الكام المغزالي إذا تساوى في ثلاث أعداد السابقة طبعاً مش معنى كده أن كل الالكترونين يتساوى في ثلاث أعداد كم؟ لا، هذا أقصى حاجة لكن أحياناً يتساوى في عددين أو في ثلاث أعداد أو في عدد واحد لكن أقصى حاجة يتساوى في ثلاث أعداد فقط على هذا الأساس تم وضح مبدأ باول الاستبعاد هو قدامك بعض الأمثلة سواء كان الإلكترونين أو الإلكترونين في المستوى S أو في المستوى B سوف نوضح لك من الصعب جداً أن يتساوى في أربع أعداد عدد الكام الرئيسي وعدد الكام السنوي وعدد الكام المغناطيسي والمغزالي لازم على الأقل عدد واحد يكونوا مختلفين فيه زي ما تشوف الأمثال طبعاً مبدأ باول الاستبعاد كل اللي فيه طبعاً التعريف أو المفهوم بتاعه والأمثال اللي تشوفتها لكن طبعاً عشان نقدر نوضع الإلكترونات في مستوى الطاقة الفرعية لازم نستخدم مبدأ أو نسميه مبدأ البنات الصعودي وقاعدة هند علشان تستخدم هذان المبدأين في التوزين الإلكتروني فاكر المستوى الطيب كل مستوى هي احت振ل مستهות فرعية فتاجةuateكم الكام وكل مستوى الطاقة ال� eldest في مستوى طاعت فرعية هندم نبدأ وفي مبدأ البنات الصعودي أوتضلا في مبدأ البنات الصعودي بينص على حيث يتم البنات الطاقة الأقل أولاً ثم الأعلى فالأعلى يبدا تمدد المستويات الطاقة ولكن تمدد المستويات حسب الطاقة كل مستوى أساسي يحتوي على عدد مستوى تفرعية لو احنا رتبناها بنمنى في الأول مستوى 2S على سنوى أقل مستوى في الطاقة أحيانا للتسهيل يمكن الكلام دايما وإحنا طلبك كم دارسين طلبه في الجامعة كان الأساتذة بتوعنا كانوا بيسهلون الموضوع عن طريق جمل وبعض الأحيان طالبهم مردش يشتغلوا عن طريق الأسهم زي ما أنت شايف كده فإحنا بنقول لهم في جملة مشهورة طبعا من زي ما ننزل قدم ننزل قدم فطبعا الجملة دي يعني ايه جملة معروفة من زي القدم يعني مش معلفينها يمكن الأساتذات ما هم القلون عليها من زي القدم يعني فأنت ممكن تستخدمها كمساعدة لك في التوازيل الإلكتروني حسب مبدأ البناء أتصادي وقدامك طبعا أمثلة أنا أجيب لك أمثلة كتير عشان توريك للإيه التوازيل الإلكتروني وزي ما أنت شايف ممكن بهذه القاعدة أو مبدأ بناتصادي أو بهذه الجملة بسيطة أقدر أوزع جميع عناصر الجدول الدوري بس ببعض الأحيان هتلاقي فيه عناصر بتشهزة على القاعدة قاعدة التوزيع وديك المثال لها في الآخر لأنك طبعا تحتاجه هنتكلم عنه في الباب التاني تفصيليا وتحتاجه طبعا في السنواء العامة إن شاء الله في العناصر الانتقالية فأنا وردتك برضو مثال الكرون 24 والنحاس الساعة وعشرين والنحاس الساعة وعشرين كعناصر بيختلف توزيحها عن مبدأ البناتصادي لأسباب طبعا أن الزرة التي تكون مستقرة لابد أن يكون المدار الخارجي لها إما يكون ممتلة بالإرترنات أو نصر ممتلة عمتا تابع التمثلة معي ولو عندك إيه ستصاري بعكلي وطبعا قعدة هند تعتبر مكملة لمبدأ البناء التصادي هتلاقي نفس الفكرة بس قعدة هند كل اللي همنا فيها إنه يتم أولا ملء الأربطالات بالإلكترونات فرادة أولا قبل أن تزدود وذلك أفضل لها من حيث أبطاق يعني لو عندي ثلاثة أربطال في المدار الفرعي لازم وعندي ثلاثة ألكترونات لازم كل أربطال يكون فيه إلكترون واحد مفرد فقط لو عندي أربعة أو خمسة فبتتزوج بعد إيه؟ بعد ما خلصت الثلاثة فردي الأول زي ما أنت شايف وبعد كده إيه؟ لو ما عنديش طبعا إلكترونات بيستمر الإلكترون فردي بمفرده في الأربطال عمما تابع الأمثلة وأنا جايب لك أمثلة لتوزيع النيتروجين الفوسفور 15 وعناصر أخرى سوف تريد توزيعها لكي لا يقبلك أي مشكلة في التوزيع الإلكتروني وإن شاء الله يكون فيديو بسيط وسهل تستفيد منه وأحاول أساب لك في صندوق الوصف إختبار على الباب الأول لأننا في هذا الفيديو نكون أنهينا تشغلينا في الباب الأول فنعمل لك بعض الأسئلة الهامة على الباب الأول في صورة المتاعات الإلكترونية لكي تتعود عليها وإن شاء الله في المرة القادمة سنبدأ نعمل في الباب الثاني الجدوة للدور الحديث اسموه أحمد الرحيم أعزائي طلبة الطلابات الصف الثاني السنوي أهلا بكم والنهاردة نتكلم عن الكام ومفهومه الكام أو الكوانتم وبعد ذلك نتكلم عن عدد الكام ونرى أعداد الكام الأربعة اللي أول من نتكلم عنها هو العالم الكبير نيلزبور من خلال النموذج الزري المعروف والذي درسناها في المرة السابقة كامل الطاقة هو كمية الطاقة اللازمة لمقل الإلكترون من مستوى الطاقة أقل في الطاقة المستوى الطاقة أعلى تمام؟ الإلكترون أثناء انطلاقه من المستوى أقل الطاقة الأعلى يقصد الطاقة هذه الطاقة يفقدها عند هبوطه للمستوى الأدنى مرة أخرى ويفقدتها هذه الطاقة بصورة إشعاع ضوئي الكامة أو الكوانتم كمية محددة من الطاقة لا تتجزأ ولا تتضاعف كمية الطاقة اللازمة لانتقال الإلكترون من مستوى K إلى L يختلف عن كمية الطاقة اللازمة لانتقال الإلكترون من L إلى M مثلا من M إلى N ولكن لا يتجزأ الكام ولا يتضاعف طبعا عدد الكام عندنا أربع عدد نبدأ بعد الكام الرئيسي هذا يحدد المستوى الطاقة الأساسية بحيث أن المستوى الأول N يساوي 1 L يساوي 2 N يساوي 3 في المستوى الثالث N يساوي 4 وهكذا يأخذ أرقام صحيحة من 1 إلى ملا نهاية بواسطة عدد الكام الرئيسي ممكن أقدر أحصل على أقصى عدد الكترون الكترونات تشبع من مستوى الطاقة من القاعدة تقنى تربيع تقنى تربيع تحدد لي أقصى عدد من الكترونات ثم تقنى تربيع تحدد لي عدد الكامل السنوي L يحدد عدد تحت مستوى الطاقة أو مستوى الفرعية يأخذ القيم S و B و D و F يأخذ الرموز S و B و D F يأخذ القيم 0, 1, 2, 3 حسب المستوى الفرعي طبعا بمدله باختصار أو بصورة عامة 0 L N-1 بحيث أن 0 أقل من L و L أقل أو يساوي N-1 عدد الكامل السنوي يحدد المستوى الفرعية يحدد المستوى الفرعية بيالي الكلام ده طبعا عدد الكامل المغماطيسي و ML يحدد اتجاهات والأشكال الفراغية لمستوى الطاقة تحت الفرعية بيحدد لي شكل الأوربطال وبيحدد لي التجاه الفراغي في الفراغ وطبعا هتلاحظ أن المقرر عليك الشكل الفراغي للأوربطال S والشكل الفراغي للأوربطال B عدد الكامل المغماطيسي قيمه مينس L أقل من ML أقل من بلاس L وطبعا ده ممكن هنقول لك في بعض المسائل والأمثلة اللي هنشوها في الآخر أهم شيئا هو بس لحدد المستوى تحت الفرعية وبيحدد الشكل الفراغي بيها لدي بي 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 بسم الله الرحمن الرحيم بي 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 من ايه للجزائيات التساهمية آآ وبالنسبة للجزائيات الايونية نصف الكتر الزري آآ يقدر بنصف المسافة بين مركزين زرتين متحدتين في جزيء صنائي الزر المتماثل آآ زي مسلا ايه اتشي تو او تو اني تو سي اني تو اف تو جزائيات العناصر وطبعا من ناحية الرياضية عشان نجيب نصف الكتر آآ نق زر بيساوي طول الربطة التساهمية على اثنين في الجزائي المتماثل آآ واحدة القاس هنا باستخدم والانجستروم طبعا واحدة صغيرة واحدة الطول صغيرة آآ بالنسبة آآ العلاقة بينها وبين المتر الانجستروم بيعادل بيعادل او بيمثل واحد في عشرة قسالة بعشرة متر او واحد في عشرة قسالة تمانية سنتيمتر طبعا ممكن نقيس بالبيكو متر آآ واحدات اظهر من كلا ان الزرة طبعا لا ترى بالعيون الوردة ولا بالمجهر ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا نستخدم الانجستروم وهنديك بعض الامثلة المحلولة على طريقة حل آآ مساء النصف الكتر الزري اذا كان الجزيء غير متماثل يبقى طول الربطة التساهمية هيساوي آآ نق الزرة الاولى زي نق الزرة التانية وهيطلع برضو نتج بالانجستروم آآ بالنسبة لنصف الكتر الايوني آآ بيجيبه بالنسبة للفلزات آآ بيمثل آآ نص المسافة بين مركزي ايونين آآ داخل شبكة البالوريل الفلز زي مثلا ايه السوديوم قطع من السوديوم آآ قطع من الحديد قطع من النحاس دي كده بالربط الفلزات آآ وطبعا ايه آآ بالنسبة للمركبات الايونية آآ طول الربط الايونية بيساوي آآ نصف كتر الايون الموجب زائد نصف كتر الايون الثام آآ تابع معايا وهنوريك في الاخر ايه بعض الامثلة وتدرج نصف الكتر الزري في الجدول الدوري في الدورات الافقية من اليسار اليمين هنجد ان نصف الكتر آآ بزيادة العدد الزري من اليسار اليمين ويقل نصف الكتر الزري آآ بسبب زائد شحن النواة التي تعمل على جذب الالكترنات نحوها اقصر مما يؤدي لمكماشي الزرة على هذا الاساس آآ بيكون آآ اكبر الزرات في نصف الكتر في المجموعة الاولى في اقصى اليسار آآ واصغر الزرات بيكون في اليمين آآ في مجموعة الهيلوجينات والتي تليها طبعا المجموعة الصفرية بس طبعا احنا من الحبس اللي هندخل المجموعة الصفرية في ايه التدرج لنتكلم لحد المجموعة اللي هندخلتها المجموعة السبعة وطبعا آآ ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الزري لان ايه الحجم الزري بيعتمد على النصف الكتر ولو اعتبرنا الزر الكرة فا آآ حجم الكرة زي ما انت عارف رياضيا يساوي آآ اربعة تلاتة آآ طهنق تكعيب آآ ازا ايضا آآ اكبر الزرات حجما تقع في المجموعة الاولى آآ واصغر حجما في المجموعة آآ السبعة سبعة ايه طبعا وان ايه آآ اكبر اكبر الزرات حجما آآ بالنسبة لنا في المجموعات آآ يحدث العكس كلما اتجهنا من اعلى الاسفل بزيطة العدد الزري آآ يزيد نصف الكتر الزري آآ بسبب زيادة زيادة مصادة الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة للاجتماعات الخارجية مما يؤدي الى تمدد الزرة وزيادة حجما في المجموعة الاولى مسلا بنجد ان ايه آآ الليسيوم بيكون اصغر حجما وبنجد السيزيوم اسفل بيكون اكبر حجما طبعا في الفرنسي من تحت بس مشاعر من حملش برضو ندخله في التدرج آآ عندنا آآ مجموعة الهالوجيونات المجموعة السبعة سبين ايه بنجد آآ الفلور اقل حجما وعندنا مسلا ايه آآ بيكون اكبر منه المهم في الاخر طبعا ايه آآ هنوريك بعض الامثلة والاسئلة المحلولة تابع معي الفيديو من النهاية آآ وان شاء الله فيديو دي يعجبك يعجبك وهنزل لك طبعا ايه آآ لنك اختبار آآ داخل صندوق الوصف آآ على آآ نصف الكتر الزري ووصف الجدول الدوري وبعض الاسئال من باب الاول عشان ما تنسونا وشكرا ومتمنى ان انتم وتستفيدوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة اشرة في الهيدي. سلام عليكم. صف التاني السنوي. اهلا بيكم. النهاردة هنبدأ آآ في دراسة آآ خواص عناصر الجدول الدوري. آآ وطبعا هنا ايه آآ الخواص عندنا نصف القطر الزري. عندنا آآ جواد التأيون الميل الالكتروني السلبية الكهربية. آآ عندنا آآ الصفة الحمدية والقعادية. الصفة الفلزية ولا فلزية. آآ هنتكلم عن عدد التأكسد. وفي الاخر هننتهي بالاكسد والاختزال. آآ وطبعا النهاردة ان شاء الله هنبدأ معاكم بنصف القطر الزري. وهنحاول ايه ناخد فكرة عن نصف القطر الزري. بالنسبة للايه للجزائيات التساهمية. آآ وبالنسبة للجزائيات الايونية. نصف القطر الزري التساهمي. آآ يقدر بنصف المسافة بين مركزي زرتين متحدتين. في جزيء صنائي الزرة متماثل. آآ زي مسلا ايه اتش تو او تو انتو سي التو اف تو جزائي العناصر. وطبعا من ناحية الرياضية. عشان اجيب نصف القطر. آآ نق زر بيساوي طول الربطة التساهمية على اتنين. في الجزء المتماثل. آآ واحدة القاس هنا باستخدم والانجستروم طبعا واحدة صغيرة واحدة الطول صغيرة. آآ بالنسبة آآ العلقة بينها وبين المتر. الانجستروم بيعادل او بيمثل واحد في عشر قسالة بعشرة متر. او واحد في عشرة قسالة تمانية سنتيمتر. طبعا ممكن نقيس بالبيكو متر. آآ واحدات ازغر من كلا النزارة طبعا لا ترى بالعين الوردة والمجهر. ولكن في كتاب المدرسة عندنا احنا نستخدم الانجستروم. وهنديك بعض الامثلة المحلولة على طريقة حل آآ مساء نصر الكتر الزري. ازا كان الجزء غير متماثل يبقى طول الربطة التساهمية هيساوي آآ نق الزرة الاولى زي نق الزرة التانية. وهنطلع برضو نتج بالانجستروم. آآ بالنسبة لنصف الكتر الايوني آآ بجيبه بالنسبة للفلزات آآ بيمثل آآ نص المسافة بين مركزي ايونين آآ داخل الشباكة البلوريل الفلز زي مثلا ايه السوديوم قطع من السوديوم آآ قطع من الحديد قطع من النحاس دي كده بالرابط الفلزات آآ وطبعا ايه آآ بالنسبة للمركبات الايونية آآ طول الربط الايونية بيساوي آآ نصف كتر الايون الموجب زائد نصف كتر الايون الساهم آآ تابع معايا وهنوريك في الاخر ايه بعض الامثلة وتدرج نصف الكتر الزري في الجدول الدوري في الدورات الافقية من اليسار اليمين هنجد ان نصف الكتر آآ بزيادة العدد الزري من اليسار اليمين ويقل نصف الكتر الزري آآ بسبب زائد شحنة النواة التي تعمل على جذب الالكترونيات نحوها اكثر مما يؤدي الانكماشي الزرة على هزا الاساس آآ بيكون آآ اكبر الزرات في نصف الكتر في المجموعة الاولى في اكثر اليسار آآ واصغر الزرات بيكون في اليمين آآ في مجموعة الهيلوجينات والتي تاليها طبعا المجموعة الصفرية بس طبعا احنا من حبس ان احنا ندخل المجموعة الصفرية في ايه في التدرب ونتكلم لحد المجموعة اللي هنجدته المجموعة السبعة وطبعا آآ ممكن اتكلم هنا برضو عن الحجم الزري لان ايه الحجم الزري بيعتمد على النصف الكتر ولو اعتبرنا الزر الكرة فآآ حجم الكرة ده ما انت عارف رياضيا بيساوي آآ اربعة تلاتة آآ طنق تكعيب آآ ازا ايضا آآ اكبر الزرات حجما تقع في مجموعة الاولى آآ واصغرها حجما في المجموعة آآ السبعة سبعة ايه طبعا وان ايه آآ اكبر اكبر الزرات حجما آآ بالنسبة لنا في المجموعات آآ يحدث العكس كلما اتجهنا من اعلى الاسفل بزيدة العدد الزري آآ يزيد نصف الكتر الزري آآ بسبب زيادة زيادة مصادة الطاقة الممتلئة التي تقلل من قوة جذب النواة الخارجية مما يؤدي الى تمدد الزرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة